وصلت إلى السعودية هذا اليوم عاصفة رملية طالت مناطق شمالي وشرقي المملكة ووصلت إلى العاصمة الرياض مؤدية إلى شبه عدام في مدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق بالمملكة وأكد المركز الوطني للأرصاد السعودي أن الرياح المثيرة للأتربة تنشط على مناطق منها الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ويتوقع استمرار تأثير الأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية لمنطقتين الرياض والشرقية وامتداد تأثيرها إلى مناطق أخرى هذه الموجة الغبارية كانت قد ضربت اليوم أيضا الكويت التي أعلنت توقف حركة الملاحة في مطارها مؤقتا بسبب العاصفة الترابية ووصلت حالة إلى المستشفيات متأثرة بهذه العاصفة الترابية ومن جهتها أعلنت الموانئ الكويتية توقف الحركة الملاحية وبسبب العاصفة الرملية أيضا قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم للمرة الثانية تأجيل المباراة النهائية لكأس الأمير بين سالمية وكاظمة التي كانت مقررة هذا اليوم على ملعب جابر الأحمد الدولي إلى الغد بسبب سوء الأحوال الجوية يذكر هنا أن هذه المباراة كانت قد تم تأجيلها من الأسبوع الماضي كما سيلتقي كاظمة والسالمية في المباراة النهائية لنسخة الستين من كأس أمير الكويت والتي تعتبر ختاما رسميا للموسم ترجمة نانسي قنقر